بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدين ومستمعين في كل مكان نسعد الله مساكم وطابت جميع أغاتكم بكل خير ومحبة وسلام نحييكم ونجدد بكم أطيب التحايا وتم الترحيب من هنا من على أرضية هذا الميدان ميدان البصير لسباغات الهجن العربية الأصيلة وهذا الميدان هو أحد أفرعي ميدان الشحانية ميدان التحدي ومع شعارات يا أبناء الغبائل اللامعة والمزينة لأرضية هذا الميدان من تتنافس هنا على أرضية ميدان الشحانية وفي مهرجان سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى يحفظه الله تعالى ويرعى إذن حضرنا الكريم للحديث بغية هذا هو سن اللقاية والمسافة هي الخمسة كيلو مترات غررت لهذا السن نبدأ مع صاحبة المركز الأول وصاحبة الانطلاقة الأولى هذه هي من تتواجد وتنطلق العفريت لعمر بن راشد بن محمد بن مبارك الخيالي يتواجد هنا وينطلق مع أول الأسماء مع أول المراكز بينما المركز الثاني يتواجد هنا وينطلق شعار البريس من يقدم لنا مصيونة مع هذا الأداء المميز وهذا الانطلاق الكبير تغير مجريات الأمور وتنطلق نحو المركز الأول بينما الحضور والانطلاق المميز والكبير هذه هي تواجدت نوضة لراشد بن زعل بن سيف بن دايل النعيم يتواجد وينطلق مع المركز الثاني بينما المركز الرابع والدخول والانطلاق عليه من المركز الرابع إلى المركز الثالث هذه هي تتواجد وتنطلق راهية لسعيد بن أحمد بن محمد بن دريل فلاحي يتواجد وينطلق مع هذا الانطلاق المميز وحضور وانطلاقة راهية ووصلت في هذه اللحظة وتتواجد هذا الاسم وصلت فتون لحمد بن محمد بن راشد الأعماني العذبي يتواجد الان وينطلق مع المركز الثالث المركز الرابع تتواجد هنا وتنطلق حاملة رقم 33 تتواجد العفريت مع الشعار الخيالي ويتواجد في هذه اللحظة وينطلق مع الشاهنية جابر بن سالم بن حمد بن مسعود المري إذن مشاهدين الكرام مستمعينا في كل مكان هذا هو النداء الأول للمراكز الخمسة الأولى الحاضرة والمتواجدة والمنطلقة في هذا الشوط ولكن نعود والعود وأحمد كما بدينا دائما نعود وهذا هو بن دري يغير مجريات الأمور مع وجود وانطلاقة راهية مع أول الأسماء ولكن من الجانب الأيمن يتواجد هنا وينطلق المزروعي مع وجود وانطلاقة العنود محمد بن ساري بن بلوش بن براك المزروعي يتواجد وينطلق مع المركز الأول يغير مجريات الأمور يا السلام يا بن بلوش ينطلق وينطلق مع الصدارة يريد أن يحقق الإنجاز المميز هنا مع هذه الانطلاقة المميزة ولكن الصدارة هذه هي العنود العنود انطلقت مع بن بلوش مع أول الأسماء مع المركز الأول بينما المركز الثاني يتواجد هنا وينطلق شعار البريسي مع ثاني الأسماء وبندري يتواجد مع راهية مع المركز الثالث المركز الرابع هنا تتواجد وتنطلق بهذه اللحظة مع وجود وينطلقة الشاهنية جابر بن سالم بن حمد بن مسعود المري يتواجد مع الشاهنية مع المركز الرابع المركز الخامس الخيالي ينطلق ويتواجد مع العفريت ولكن الفايف ستار المتقدمات في هذا الشوط من تريد أن تحقق الإنجاز المميز ونقطة في هذا المهرجان الغالي على غلوب الجميع يا سلوم يا بن بلوش انطلق الآن مع المركز الأول مع الصدارة الأولى مع هذا الأداء المميز العنود العنود وبن بلوش ينطلق مع المركز الأول المزروعي مع الصدارة يتواجد هنا وينطلق يريد أن يرسل السلامات إلى وين ما يسكن في الإمارات يا السلام يا العنود كيلو ونصف الكيلو يا بن بلوش وصلوها للطلايب أول الواصلين يصل البريسي هنا مع المركز الثاني يتواجد هنا وينطلق مع مصيونة المركز الثالث تتواجد هنا وتنطلق الشاهني والكابسي الله يا بن بلوش بن بلوش مع المركز الأول المزروعي مع الصدارة يقدم لنا وجود وينطلق العنود نعم يتواجد هنا مع المركز الأول بسم الله علش ما شاء الله تبارك الرحمن عنود الصيد صابتني وأنا من قبلها منصاب روح يا بن بلوش نحو المركز الأول والكيلو متر الأخير الكيلو المثير بن سلام واصل وقدم لهم حالة مع المركز الثاني الله شوفوا اللي وصلت شوفوا اللي تقدمت يا السلام يا السلام يا السلام يا مزاحة مزاحة يا السلام يا دوسري الله 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 يا بن ضابط الناموس يبقى هنا في ميدان الشحانية هنا في هذا الميدان يا السلام أهالي الشحانية من يبدعون ويمتعون في هذا المهرجان الكبير روح يا دوسري روح يا رعي مزاحة اللحظات الأخيرة وصل بن سلامة مع المركز الثاني يتواجد وينطلق معه وصايف وينكر مزاحة اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة بن ضابط مع المركز الأول لازل هو البطل لازل هو الملقب بنموس هذا الشوط مزاحة 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 اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة المركز الثاني بنبلوج يحاول مع العنود المركز الثالث يا السلام يا مذيار 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 يا بن اغدير يا بن اغدير يا بن اغدير سلام مرغم سلام سلام تحياتنا والتبريكاتنا لمالك بديار من حق غتنا موسي هذا شوط تهانينا ونموس لمحمد مضعيف بن حمد بن غدير الكتبي على هذا الفوز المستحق المركز الثاني وصلت مركز الثاني العنود لمحمد بن ساري بن بلوش بن براك المزروحي بينما المركز الثالث المركز الثالث وصلت مزاحة لضابط بن مبارك بن محمد الضابط الدوسري أما رابع المراكز رابع المراكز وصلت في حضورنا الكريم الميجنة لعلي بن محمد بن حمد بن حمد الشامسي خامس المراكز المركز الخامس وصايف لراشد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري إذن مشاهديننا ومستمعين الكرام شهدنا وإياكم هذا الشوط الملتهب الذي حظى وحصل على ناموس هذا الشوط بن غدير مع مذيار من فاجأتنا عند الميتين متر الأخيرة وفرغت الصفوف ويقول المثل أتت الرياح بما لا تشتهي السفن وفعلا هذه البطلة من حققت ناموس هذا الشوط والسلامات لها لمرغم تعبر الحدود مع هذه البطلة مذيار غطعت المسافة الخمسة كيلو مترات في توقيت زمني مقدار سبع دقائق واربعة وثلاثين ثانية واثنين وثمانين جزا من الثانية تهنينة والناموس لمالك مذيار محمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الكتبي على فوزي مذيار وتحقيقها بن ناموس هذا الشوط ترجمة نانسي قنقر